السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معي افنونا هاند ميدي. رب تكونوا بخير. ان شاء الله. هتابع معكم النهاردة شغل الخرز. لكن اتمنى تشتركوا في القناة لو اول مرة بتشوفوا القناة بعد ما تاخدي جولة وتشوفي المحتوى. وبإذن الله تلاقيه مناسب لكي. هنعمل مع بعض حرفي الايه. مجسم. مش هنحتاج خرز كتير. انا هشتغل بالخرز مقاس 6. بس انا هشتغل بالعقد دوت. قلت قبل كده في بعض الفيديوهات. هو مش غالي وخفيف. ومناسب جدا للميداليات والحاجات اللي هي حجمها صغير. تقدر تشتغل بيه او باي مقاس او باي خرز مناسب ومتوفر عندك. الحرف اللي احنا هنعمله مجسم. يعني هنعمل جزئين وبعدين هنوصلهم بالغرزة الربعية. انا هشتغل بالخيط مقاس خمسين. علشان طبعا فتحة الخرز يعني هنلف بالخيط فيها اكتر من مرة. هناخد جزء كده من الخيط. انا مش هحتاج خط كتير فيه كل في الحرف. هنشتغل طبعا كله بالغرزة الربعية. هناخد اربع خرزات. اتنين. تلاتة. اربعة. وهنجيبهم كده في منتصف الخيط. تمام. رابع خرزة انا حطتها. في الطرف من الاتنين كده. هنرجع فيها تاني. تمام. وهنكون الحلقة اللي احنا متعودين عليها دي. ومن جوة الحلقة دي هنسحب. هنسحب الطرف التاني من الخيط. علشان نعمل العقدة. بالشكل ده. هتكون غرزة ربعية. في احدى الطرفين هنحط خرزة. هنعمل طبعا زي ما احنا قلين ربعية على واحد. في طرف هنحط خرزة. والطرف التاني هنحط خرزتين. اي طرف من الاتنين مش هتفرق. هنحط خرزتين. الطرف اللي فيه خرزتين هنرجع في تاني واحدة. ونسحب الطرف التاني اللي هو فيه خرزة واحدة من داخل الحلقة. من جوة الحلقة اللي احنا كوناه. الطريقة المعتادة لطرفين الخيط. والعقدة. الطريقة معتادة للعقدة. تمام? كده غرزة ربعية. كده غرزة ربعية. هنيجي برضو في احدى الطرفين وهنحط خرزة. وفي الطرف التاني هنحط خرزتين. بنعمل غرزة ربعية. كل مرة بنحتاج تلات خرزات. علشان نعمل رباعي على واحد. بنرجع في الخرزة التانية. من الخرزتين اللي مع بعض. ونسحب الطرف التاني من الخيط من جوة الحلقة اللي احنا كوناها علشان نعمل غرزة ربعية. يبقى كده انا عملت تلات غرز ربعية. انا محتاجة ست غرز. هعمل كمان اتنين يعني خمسة. وبعدين ارجع اعمل رقم ستة معاكم. عملت خمس غرز واحد اتنين تلاتة اربعة خمس غرز من الغرزة الربعية. كنا بنحط في احدى الطرفين خرزة وفي الطرف التاني خرزتين. الغرزة رقم ستة هنحط التلات خرزات في طرف واحد بس. يعني مش واحدة واثنين. لا احنا نحط التلاتة مع بعض في طرف واحد من طرفين الخيط. تمام? ليه? علشان انا عايزة الخيط يطلع لي بقى ايه? من الجنب علشان الف واعمل الناحية التانية من حرف الايه? بالشكل ده. كل مرة الخيط كان بيطلع فوق كده. المرة دي انا جبته هنا لما حطيت تلات خرزات مع بعض. تمام كده? لو جينا نبص للشغل اهو الخيط طالع من فوق كده. في الخرزة دي اللي فوق. المرة دي كمان هنحط التلات خرزات في الطرف ده. شايفين الطرف ده? هنحط برضو تلات خرزات في طرف واحد. يبقى المرتين دول هنحط في نفس الطرف كده. التلات خرزات. علشان انا عايزة الخيط يطلع لي بقى المرة دي يلفل تحت. هوريكم برضو شكله ازاي. يبقى تلات خرزات حطيتهم في الطرف اللي كان لفوق ده. مع بعض. تمام? اهو. كده الخيط جي هنا تحت كده في الخرزة دي. هبتدي دلوقتي اعمل برضو بنفس التسلسل. خرزتين مع بعض. وخرزة لوحدة. خرزتين مع بعض. هنحط خرزة كده لوحدها. زي ما كنا بنشتغل في الاول. وفي الطرف التاني هحط خرزتين. في الطرف التاني هنحط خرزتين. واحد. اتنين. تاني واحدة دي انا هرجع فيها تاني. هرجع فيها عشان اعمل حلقة. من جوة الحلقة اللي انا عملتها. الخيط طبعا مش طويل قوي علشان ما هتدرش كتير. هسحب الطرف التاني من جوة الحلقة دي. بالشكل ده كده. هيعمل لي عقدة. هيعمل لي عقدة. تمام? اهو. هيبتدي بقى الخيطة هو الخرزة هو ينزل كده للناحية. هنحط برضو خرزة في طرف. طبعا هو دلوقتي هيزبط شكله في الاخر. ويق خرزتين في طرف. وبرضو هو فكرة حرف الايه مهش جديدة ومتكررة كتير. بس بما ان الحروف انطلبت فاحنا هنحاول نعملها كلها مع بعض على القناة. اهو كده. يبقى برضو خرزتين. شايفين? عملنا كام واحد اتنين تلاتة محتاجين كمان تلاتة. هنحط خرزة في طرف وخرزتين في طرف. في غاية ما نكمل التلات غرز رباعي. خلصت دلوقتي الست غرز بالشكل ده. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وده اول جزئية من حرف الايه. تمام? عاوزين نعمل بقى الشارطة اللي هي بتبقى في النص دي هنا. هنيجي عند تالت خرزة واحد اتنين تلاتة. وهنوصل خيط جديد. طبعا هو هيكون خيط بسيط خلص لان هم غرزتين بس رباعي اللي انا هعمله. يبقى تالت خرزة. هنوصل فيها خيط صغير خالص اهو مش طويل. وهنعمل برضو غرزة رباعية. هنحط في احدى الطرفين اللي احنا دخلناهم دول خرزة. وفي الطرف التاني هنحط خرزتين. الطرف اللي فيه خرزتين هنرجح في تاني خرزة. ونعمل الحلقة ونسحب الطرف التاني اللي هو فيه خرزة واحدة بس. ونعمل العقدة بتاعتنا. بالشكل ده. يبقى انا كده عملت غرزة رباعية. محتاجة اعمل كمان غرزة. طيب انا عشان اعمل غرزة يبقى انا هوصلها بتالت واحدة من ناحية التانية. واحد اتنين تلاتة. يبقى انا عندي واحدة هنا وواحدة هنا. المرة دي بقى مش هحتاج تلات خرزات انا هحتاج خرزتين. يبقى انا هحط. هاخد مثلا الطرف اللي في ايدي اليمين ده لان هو جيه اطول شوية. واحط فيه خرزة. تمام? واروح للخرزة اللي قبالها بالزبط. اللي هي واحد اتنين تلاتة تالت واحدة. بالشكل ده كده. تمام? اهو. بقى عندي كام? واحد اتنين تلاتة. يبقى واحدة هنا وواحدة هنا وواحدة تحت اهي. يبقى انا كمان محتاجة دلوقتي كمان واحدة علشان اعمل الغرزة الرباعية واقفل الخط اللي هو في النص بتاع حرف الايه. هسحب بقى الطرف التاني من جوه الحلقة زي ما احنا متعودين. بالشكل ده كده. اهو. ده كده حرف الايه. بالشكل ده. الخيوط الزيادة دي انا هخفيها ما بين الغرز علشان وقت الفيديو. وارجع لكم علشان نركب الحرفين مع بعض. كده انا نهيت الخيوط او خفيت الخيوط ما بين الغرز بتاعة حرف الايه. هو كده جاهز معايا. طبعا مفروض انه بيكون في واحد كمان بنفس الشكل علشان هنوصلهم مع بعض. انا عاملاها طبعا علشان وقت الفيديو. اه عشان يديني الشكل المجسم اه زي ده كده. اه وانا بشتغل الحرف التاني اه زودت شوية في الخيط اللي انا قفلت به الشرطة اللي في النص. ليه? اه طبعا هي مش شرطة. يعني ممكن حتى لو الخيط خلص زي ما انا عملت هنا. اه نوصل خيط جديد ما فيش مشكلة. بس هو الحرف النموذج الجزء التاني انا كنت مزودة الخيط شوية وانا باقفل الغرزتين اللي هما في النص دول. ليه? لان انا هبتدي اقفل شايفين الجزء اللي في النص ده. في كم غرزة في كم خرزة اتنين فوقها هما. وبعدين ملفين كده اللي هما الدايرة اللي في النص دي. الدايرة اللي في النص من فوق دي. دي اللي انا هبتدي اشتغلها الاول مع دي. فانا هجيب كده الحرفين على بعض. الجزء ده يعني يبدو ان هو صعب بس هو مش صعب ولا حاجة. هو بس محتاج مني تركيز. شايفين الخيط بتاعي في الخرزة دي. انا هشوف الخرزة اللي قبلها بالزبط وهوصل به. يبقى انا عندي واحدة هنا. واحدة اقصدها الناحية التانية من الدايرة اللي فوق. انا لسه ما اقفلتش الاطراف. هقفل اللي في النص الاول. اللي هي الجزء ده. الجزء اللي في النص ده. اه الخرزة دي هشوف اللقصدها من ناحية التانية. وابتدي اه ادخل فيها. فانا هاخد خرزة كده. ايه هاخد الخيط. محتاجة طبعا قلت لكم خرزتين. هاخد خرزة. ادخلها جوه الخيط. طرف من الاتنين. تمام? وبعدين اشوف الخرزة اللقبال دي في الحرف التاني. دي اللقصدها فين? الخرزة اللقصدها فين? اهي. هي دي. وادخل الحرف اه الخيط فيها. بالشكل ده كده. عشان اجمع. بصوا. واحد اتنين تلاتة. وبالها بالزبط اهي. وبعدين انا محتاجة كمان خرزة. هروح. اللهم ما اننا اسألكم فضلك العظيم. طبعا اديك ده منور دايما معاني. ااخد خرزة كمان. واسحب من داخل الحلقة. الطرف التاني من الخيط. ونجمع الحرفين كده مع بعض. بالشكل ده كده. غرزة ربعية عادية. هو بس نحدد المكان اللي احنا هنشتغل فيه. اهي. غرزة ربعية عادية خالص. بالشكل ده. ماشي. نروح بقى للخرزة اللي جنبها. اللي جنب دي على طول اهي. ندخل في الخط في الخرزة دي. بالشكل ده كده. ونروح للخرزة التانية من الناحية التانية. في الحرف التاني. بنفس الطريقة اللي احنا دايما بنقفل بها. بالشكل ده كده. علشان نجيب الخرزتين قصاد بعض بالزبط. اهو. تمام. انا هطلع كده على اللي بعدها. وناخد خرزة ونزود عشان تكون غرزة ربعية. انا بنزود خرزة واحدة بس. هنا المرة دي بقى للآخر. علشان نقفل بغرزة ربعية. نفس الطريقة المعتادة. ما فيش اي حاجة مختلفة. طبعا لانا لو قفلت الاطراف مش هعرف اوصل للجزء ده. لانه في النص. تمام. نروح للخرزة اللي جنبها. في الحرف اللي التحت ده. نسحب الخيط. واخد الطرف التاني من الخيط من الناحية التانية. واودي في الحرف اللي الفوق ده. وادخل في الخرزة اللي فيه. وبعدين هياخد في اي طرف من اللي اتنين مش هتفرق. خرزة. واعمل غرزة ربعية. ارجح فيها. واسحب الطرف التاني من الخيط. لو جربتيها بنفسك هتلاقيها سهلة. بس اهم حاجة ركزي بس في الحتة دي. تمام. نكمل الخرزة اللي عليها الدور. فوق اهي. اللي فوق دي. هتمشي هتلاقيها سلكة معاك خالص وعادية وسهلة. بتدخلي في المشي بترتيب الخرز اللي مشي قدامك. في الخرزة اللي عليها الدور جنبها بالزبط. كده. لغاية ما تقفلي الدوران اللي في النص ده كده. جزء اللي في النص ده. خلصت الجزء اللي في النص. الخرز اللي في النص ده لفيت عليه كله. ووصلته بالخرز التاني بغرزة ربعية. عشان يديني المجسم اللي جوه ده كده. بالشكل ده. كده الجزء ده يعتبر اهم نقطة في الموضوع كله. وخلصناه. هنبتدي على الاطراف. نمشي من اي اتجاه مش هيفرق من اين ما بدأنا. تمام? فهنروح كده مسلا على طرف من الاتنين كده من هنا. وهندخل الخيط. وبعدين ندخل خرزة. وبعدين نروح ندخل في الناحية التانية اللي هو الحرف التاني. نجمع الحرفين اهو مع بعض. هنجيب الخيط كده في النص على بعضه. عشان نساوي الطرفين. بالشكل ده. فاحنا دخلنا في الطرفين الخيط. واحدة هنا. وبعدين دفت خرزة. وبعدين طرف هنا. بقم تلاتة. انا هروح كده على طرف من الاتنين. واخد خرزة. وادخل فيها الخيط. وارجع فيها تاني. واعمل الحلقة بتاعتي. وبعدين اسحب الطرف التاني. مش هيفرق بقى اي طرف. المهم ان انا اعمل العقدة بتاعتي. بالشكل ده كده. وادخل العقدة جوه الخرزة. تمام? اهو. هياخد طرف من الاتنين. طرف اللي الناحية دي. وادخله في الخرزة دي. بالترتيبه هو احنا ماشيين. بالشكل ده كده. واروح على الطرف التاني. وادخله في الحرف من الناحية التانية. كده. وبعدين اهو. زي ما احنا شايفين. معي كان واحد اتنين تلاتة. يبقى انا للنهاية خالص بضيف خرزة واحدة بس. دخل طرف على اليمين. وطرف في الحرف التاني من على الشمال. وبضيف خرزة. هرجع فيها عشان اعمل الحلقة اللي انا هعمل منها العقدة بتاعتي. وبعدين من داخل الحلقة دي اسحى بالطرف التاني. علشان اعمل عقدة. اشد العقدة بتاعتي كويس. وادخلها جوه الخرزة. لغاية ما احنا ماشيين كده. هندخل طرف من الخيط هنا. والطرف التاني هنا. واضيف خرزة. لغاية النهاية. واحنا ماشيين بنيجي كده من فوق زي ما انا ضفت الحلقة بتاعة الميداليا كده. لو احنا عايزين نعملها ميداليا. بناخد هوية الخرز. طبعا احنا وصلناها كتير مع بعض. وصلت لنهاية حرف الايه? معاكم. آآ كل اللي انا عملته زي ما بدأت من هنا كده افلت رباعي 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 وانا ماشي كده. لغاية ما لفيت هنا وقفلت لغاية ما وصلت للبداية اللي انا بتديد بها. لكن في الاول ما ننساش نقفل الحرف من النص الحرفين كده مع بعض. بغرزة رباعية الجزء اللي في النص ده. الحبة دول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. الست غرز اللي في النص دول. هناخدهم كده كل واحدة وصادها واحدة من ناحية التانية. بالخيط بتاعنا. بالشكل ده نكون خلصنا حرف الايه? بشكل بسيط وسهل وسريع ومش مكلف خالص. بشكركم جدا للمتابعة. اتمنى تشتركوا وتفعلوا مفتاح الجرس. ما تنسوش تعملولي لايك للفيديو. تقولولي رأيكم في التعليقات. ما تنسونيش من صالح دعاكم. بحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.